الحمد لله نهانيكم ونهاني ونهانينا جميعا تنوني آل الشهر المبارك شهر رمضان الذي يمتلك القرآن عادوا الله علينا ونحن على صرات المستقيم مالبين مولين دنيان ورقورو جام الله الرحمن الرحيم باب أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يرقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يرقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فإلى لقهه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلته باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان قام باب أجود باب أجود بالخير معرفة ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم من أكبر هناك ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر